وينضم إلينا من غزة سيد موفق حميد مدير جمعية الأسرة والمحرارين أهلا بك سيد موفق على شاشاتنا الغد أولا ضعنا في حجم المأساة لهؤلاء الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال 1967 حتى هذه اللحظة دخل السجون الإسرائيلية 15500 أسيرة فلسطينية تم إقامة حكم عليهم ظالم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع الأسيرات الفلسطينيات كما تتعامل مع الرجل الفلسطيني في التحقيق من استخدام العنف والتعديب الجسدي والنفسي وهذا ويوجد عليه إثباتات وشهادات حية من قبل الأسيرات تثبت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم العنف الجسدي عدا عن تعديب النفسي عدد الأسيرات الآن التي توجد داخل السجون الإسرائيلية 39 أسيرة منهم 8 أسيرات موقفات و28 أسيرة محكمات أعلى هذه الأحكام داخل السجون الإسرائيلية يوجد 3 أسيرات محكمات 16 عاما وأسيرتين محكمات 15 عاما ويوجد من هذه الأسيرات 3 أسرى 3 أسيرات محكمات اعتقالا إداريا وعلى رأسهم الأسيرة خالد جرار وكذلك من الأسرى المرضى إسرائيل جعبيس هذه الأسيرة التي تم تعرضت لعملية انفجار في جرة الغاز وتم حرق حوالي أكثر من 90% من جسدها تم استخدام العنف أثناء نومها في المستشفى وتلقيها العلاج كذلك يوجد لدينا حالة من استخدام العنف من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي اللي هي سهير إسلامية سهير إسلامية صيبة الأسبوع الماضي عند الحرم الإبراهيمي بعدد من الطلقات وهي نائمة في مستشفى شعاري التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي حضر طاقم من الشين بيت الإسرائيلي للتحقيق معها واستخدم العنف مع هذه الأسيرة أثناء التحقيق مثل ما استخدم العنف مع الأسير سامر العربيد الذي تم كسر ثلاثة أضلع من جسده وهو مصاب في المستشفى في دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تميز بين أسرى طبعا طبعا كلها انتهاكات من قبل دولة الاحتلال سيدة موفق هذه الوقفات التضامنية كيف تفيد هذه الأوضاع المأساوية للأسيرات الفلسطينيات وأيضا للأسرى بشكل العام في فلسطين في سجون الاحتلال بداية أنا أقول هذه الفعاليات ترفع من معنويات الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية ومن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وتزيد من معنوياتهم وتعطيهم دافعا قويا من أجل التصدي لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كذلك هذه الوقفات والمسيرات والمؤتمرات الصحفية لها دور إعلامي كبير جدا يوصل رسالته إلى الأسرى أننا والأسرات أننا نقف معكم ويوصل رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أننا لن نترك أسرانا لوحدهم يخضون معركة لمعاء الخاوية أو معاناة الأسر لوحدهم داخل السجون الإسرائيلية بل أن جميع الشعب الفلسطيني يقف خلف هذه الأسرات والأسرى داخل السجون الإسرائيل عادة عن ذلك كما أقول الإعلام له دور كبير جدا في فضح المبارسات الإسرائيلية بحق أسراتنا الفلسطينيات طيب جهات حقوق الإنسان وأيضا لجان حقوق المرأة كيف تتعاطى مع هذه الأوضاع المأساوية للأسرات الفلسطينيات بداية عندما نتحدث عن لجان المرأة أنا أقول ما بحق ظهرك إلا ضفرك نحن نعتمد اعتبادا كليا على المرأة الفلسطينية وعلى نشاط لجان المرأة الفلسطينية التي تقف وتماصر الأسيرات والأسرى داخل السجون الإسرائيلية أما أنا أقولها بصريح العبارة أن جميع المؤسسات الدولية هي مؤسسات ليست حيادية نحن نطلب من هذه المؤسسات أن تكون حيادية الحيادية هنا تعني الوقوف مع الضحية ضد الجلاد وهنا بصورة طبيعية يعني إذا كانت هذه المؤسسات حيادية ستقف مع الأسيرة ضد الآسر ضد إدارة مصطحة السجون الإسرائيلية دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم كله لن توقع على معاهد الجنيب الثالث والرابعة بخصوص الأسرى لذلك هي الدولة الوحيدة التي تنتهك حقوق الأسرى وتستخدم العنف ضد الأسرى والأسرات وأقول أن هذه المؤسسات نطلب منها أن تكون ولو لمرة واحدة حيادية وأن تقف ولو لمرة واحدة مع الضحية ضد السجال الإسرائيلي هي موقفها كالمتفرج شكرا جزيلا ضيفة الغدمان غزة موفق حميد مدير جمعات الأسرى والمحررين شكرا جزيلا شكرا جزيلا